مع اقتراب العدوان الامريكي البريطاني على اليمن من شهره الخامس موجة خامسة من الغارات استهدفت العاصمة صنع ومحافظات عدة وهي منفصلة عن الغارات التي تتكرر بشكل شبه يومي وتتركز في مناطق الساحر الغربية لم يعد امام الجيشين الامريكي والبريطاني الا تعداد ما تطلقان عليه الموجات الهجومية على اليمن وما كان منتظرا هو الاعلان عن نجاح تلك الهجمات وليس البحث عن تبديرات فشلها وبالنظر الى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتضح انها تكرار لتلك التي اعلنها قبل اشهر مع فارق كبير في عدد العمليات التي نفذها اليمن بعكس الرهانات على تقليصها هناك تهديد يستمر يشكله الحوثيون وقد نفذوا 197 هجوما منذ نوفمبر تشير جميع معلوماتنا الاستخبارية الى ان ضرباتنا السابقة كانت ناجحة سوء ضعف القدرات العسكرية للحوثيين وهناك ايضا خطر في التقاعد عن التحارك ضد عمل ما من شأنه ان يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي ويزيد من المخاطر على امننا الدولي الحديث عن غارات ناجحة يتناقض مع الحديث عن تصاعد عمليات اليمن يسقط رئيس الوزراء البريطاني في التناقض بين الامرين ومرجع ذلك الى التعقيدات الكبيرة التي فرضتها جبهة اليمن حين نجحت في فرض حصار كامل على ميناء ام الرشراج بعكس الارادة الامريكية والبريطانية وقد فشلت مع دول اوروبية في كسر الحصار واعادة الملاحة الصهيونية الى البحر الاحمر علاوة على ذلك فان توسيع العمليات اليمنية الى المحيط الهندي جنوبا والبحر المتوسط شمالا جاء مفاجئا للبحريتين الامريكية والبريطانية وضاعف من حجم التعقيدات للبلدين وكشف عن اخفاق الغارات العدوانية التي تستهدف المحافظات اليمنية واكد المعادلة التي اعلنها السيد القائد بان الاستمرار في العدوان يفرض تطوير القدرات وتوسيع العمليات والى جانب اعتراف الطرفين الامريكي والبريطاني بصعوبة المواجهة البحرية في نطاقها المحدود في البحرين العربي والاحمر فالاولى ان تتضاعف حجم التحديات مع اتساع العمليات في مرحلتها الرابعة وفي مسرح عملياتي اوسع الاخفاق العسكري تجاه اليمن يترافق مع تأثيرات اقتصادية تطال الكيان الصيونية في المقدمة لتشمل الشركات الامريكية والبريطانية وفي السياق نقلت وكالة رويترز عن بيترساند وهو كبير المحللين لدى منصة زينتا المتخصصة بالشحن العالمي تأكيده ارتفاع سعر الشحن الى شمال اوروبا قائلا ان ارسال شاحنة بطول 12 مترا من الصين الى شمال اوروبا سجل الجمعة 4615 دولارا وهو اعلى تقريبا بمقدار ثلاثة اضعاف ونصف من الاسعار في الاول من مايو الماضي شكرا